السلام عليكم مرحبا بكم على قناتي بيت المملكة ان شاء الله تكونوا باحسن احوال وصفتنا اليوم طريقة عمل فطائر بحشوة جيد مميزة عجينة مورقة والحشوة من اروع ما يكون بطريقة جديدة ممكن تاخد لكم وقت سريع التحضير اي واحد يمكن لكم عملها الى حبيتو تعرفوا كيفاش عملتا ماليكم تابعوا الفيديو الاخر وفرجة ممتعة للجميع لعمل الحشوة نحتاج الى كيلو من البطاطا المسلوقة حبة كبيرة من بصلة مقطعة قطع صغيرة حبتين من بابريكا او فلاف الملونة تختاروا اي اللي انتم ما حابينه ملعقة كبيرة طعام من بابريكا اي فلفل احمر حلو ملعقة صغيرة من فلفل احمر حر فلفل اسود قليل قليل من النعناع المجفف ممكن لكم تستعملوا النعناع الفرش ملعقة كبيرة طعام من البقدونس ورشة من الملح الان نبدأوا بطريقة التحضير ناخدوا البطاطا نقوموا ببرشها ببرشها بها الطريقة نكريكم تمعسواها كدلك بالشوكة هالطريقة سهلة بسرعة كتبشر لكم بكل سهولة يعني ما تحتاجوا وقت كبير نبرشوا البطاطا بالكامل من بعد ما بشرناها دو الشكل ديالها كيجي مبشر كيجي احلى بصراحة ما كتجوش ممعوسة كتير يعني بمثل الشوكة سنقوموا باخذ المقلات او اي طنجرة نقوموا بوضع قمية من الزيت تقريبا شي اربع خمس ملاعق طعام كبيرة نسيت ما قلتاش لكم في المقادر ونقوموا باضافة البصل ونقليوا قليلا في نفس الوقت كذلك نوضع الفلافي الملونة كنت وضع انا بالمجمد دائما كتكون عديد من مجمد ما كنت نستغنيش على بصراحة وعمل طرق كيف نخزنوها بطريقة صحيحة لو سنعمل عليكم شي مرة في فيديو نقوموا بتقليب المكوناين جيدا حتى نحسوا انه يدبان من بعد مدبلات البصل فقط القليل نقوموا باضافة البطاطا اللي هرسناها والبهارات بالكامل الملح كذلك والبقدونس والنعنع مجفف اللي كيعطيوها طيبة ممتازة الى كان عندكم كذلك الفرش وكلكم تستعملوه كيعطي نكهة رائعة الى عملكو ما جربتوه جربو نقوموا بحرك الخليط كله وحتيت جنس العناصر وصيروا عبارة عن خليط واحد ومن بعد نحطوه في صحن حتى يبرد ونكملو الان باقي الخطوة لعمل العجين نحتاجه الى كيلو من دقيق الابيض المنخول جيدا كوبين من الماء الدافئ خمسين مليلي لتر من زيت النباتية رشة من الملح اضم المكونات الان بدوه طريقة تحضير خليكم معي الاخر الفيديو الان بدوه بسم الله لبركة الله في عجن عجين في عجانة او تعجنوا بايدكم مش مشكل تحطو الضقيق او الطحين الابيض ووضعو القليل من الملح وكمياء من الماء الدافي كوبين من الماء ونقومو بعجن العجين جيدا حتى نحصلو على عجين متجانس ومدلوك جيدا ورجعو تاني بعد ما عجلنا العجين مزيان دلكناه جيدا تخليتوا انا تقريبا خمس دقائق في العجانة باليد طبيعة الحال غياخد لكم وقت اكتر مهم تعجنوا جيدا حتى تحصلو ومدلوك بزيان بعد خطوها وخليوها ترتاح قليلا انكملوا باقي الخطوات وهذا هو العجين بعد ما ارتاح تقريبا عشر دقائق هنقوم بوضعو فوق طاولة الفرد وغنقوم بعمل كويرات او دوائر متوسطة الحجم العجين جد رائع بصراحة ممتاز للغاية انتمنكم تجربوها البنات غادي اعجبكم بزاف لانه بصراحة كي تستاهل تجريبة وان شاء الله الطريقة اللي غتشوفوني غنعملها غتتبليوا تعتمدوا على دائما لانها سهلة ومبسطة كثيرا وما كتحتاج وقت كثير وما كتحتاج كذلك جهد من بعد ما نعمل كويرات صغيرة يمكنكم تكبروهم على حساب الرغبة او تصغروهم ماشي مشكيل من بعد نغطيهم جيدا ونخليهم يرتاحوا مرة تانية نرتاحوا الكويرات غنقوموا باخد كويرة الاولى ونقوموا بفردها فوق سطح العمل مع وضع القلي جدا من الدقيق الابيض باش نتأكدوا انه ما ينسقش لنا في سطح العمل لان العجينة لينا نفردوها بالمدلك اي الشوبك او باليد يعني لحساب الرغبة ولكن بالمدلك كتكون اسهل عملية وبسرعة كتسالي ونعملوا نفس الخطوات للكويرات بالكامل ونكملوا بقي الطريقة هاد النوع من العجين ان شاء الله غادي تشوفوه سهل وسريع وكيجي مورق بخطوة اللي هم مبسط كتيرا والنتيجة اللي كتجي رائعة بدون تعب من بعد ما كملت الكويرات كيف كتشوفوه بالكامل هنكملوا الخطوة التانية اللي هي هنقوموا باخذ ذاق الزبدة هنقوموا بادابتها ومخصش تكون سخونة ناكد عليها لانه سخونة يفسد لكم العجين وما غاديش المرحلة التانية ما غاديش تستقليكم لهذا خليوا اللي يكون يعني الزبدة على درجة حرارة الغرفة نقوموا بحال ما هاد الشكل كتشوفوه ندهنوا السطح العجين بالكامل وحدة فوق وحدة كنحطوها بحال ما هاد الشكل يعني تحاولوا الدهنوها بالكامل ما تخليوش ولا مكان يعني ما فيش الزبدة ندهنهم جيدا لانه هاد الكيمية الزبدة هي اللي غادي نستعملوها ما غاستعملوش من بعد نهائي اي دهن لهذا ضروري تعملو هاد العملية وتعملو واحدة فوق واحدة ما تخافوشنا ما ينسقش ليكم حتى نكملو الكوارات بالكامل اللي عندنا عملية اللي سهلة وجديدة وغت تعجبكم ان شاء الله غدي تجربوها اكتر من مرة لانها سهلة وعملية بصراحة والنتيجة اللي كتجي ممتازة للغاية وهدو هما هدو هما العجين اللي عملتهم هنخليو مرتاحو ضروري تخليو مرتاحو باستلع لكم العملية تقدروا تخليو حتى نص ساعة واكتر مشي مشكي كل مرتاحو كل ما النتيجة كتكون رائعة من بعض غن ناخدو العجين وحدة بوحدة كيف كتشوفو خدت الكوارة الاولى وغنقوم بفردهم باليد فقط باليد هالطريقة سهلة مشي بحل مسمن كتبقوا تعملوه بيدكم هادي لا هادي سهلة فقط كتجروا بالاصبع ديالكم بكل خفة وبشوية عليكم وكذلك الجواني بحاولو تفردوهم قليلا ما تخليوش ولا مكان يكون فيه العجينة تقيلة باش ما يجيكمش العجين يعني ما يجيكمش مورقصو يجيكم بحل ما هاكا كيف كتشوفو هتبقوا تجروا حتى يبليكم سطح العمل كتجير رقيقة رقيقة بزف بحل ورقات البسطيلة تماما وارق وهذا العمل يرى سهلة لانه العجين ارتاح يعني بسهولة كتفرد ليكم وكتتمد وكتجي حسمن مسمن كيف الطريقة القديمة كتتعملي بيدك قد ما كتعملي بيدك كتتسرحيه ما كيتسرحش بها المغة الطريقة انا متأكدة كيف تشوفو رقيقة 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 جدا للغاية يعني النتيجة كتكون رائعة بعد ما تأكدت اني رققت جميع الاماكن كنا ناخد الحشوة اللي سبقنا عمناها انقوم بفردها بحل ما كعشوائي فقط من تحت حاولوا توضعوا بس القليل باش ما تخرش لكم العجينة من بعد يعني فقط يعني كمية يعني متوسطة حشوة لديدة بزاف واقتصادية بالنسبة للحشوة ممكن لكم تعملوا اي حشوة انتم ما حابين من بعد غنقوم بتسكيرهم من الجوانب قليلا باش نتأكد ما يخرش لنا وغادي نجمعهم بحل ما كتشوفو في الفيديو يعني غن نجمعهم متل هكا على شكل دائري كتبقوا تكملوا حتى تكملوا للكمية كلها كتبقوا تحربلوهم بحل ما كتبقوا حتى تكملوا تتكملوا للاخر يعني بحل محين شا وسهلا للغاية بصراحة وكتجي مورقة كتير يعني ان شاء الله قتشوفو النتيجة من بعد من بعد كن نعملوا هاد الخطوة كنلفهم اللفة الاولى والتانية كنحصلوا هاد الشكل كيجي الشكل جميل بصراحة وسهل كذلك يعني اي واحد يقدر يعمل هاد الشكل ما كيحتش اي مهارة غنعمل لكم مرة تانية باش تفهموا جيدا نفس الخطوات غدي نعملو من باقي العجيل اللي عندنا كيف كتشوفو بكل سهولة احتيلة قطعت لكم قليلا ماشي مشكل يعني ما كانش كتار من هاد الرق هذا يعني لو رققته بيدكم انا متأكده ما ديش اترقق لكم حلما هاد طريقها جربوا هاد طريقه وردوا عليها جيد رائعة وسريعة والنتيجة كتجيز بينا ونحطوه في سينية الفون حتى نكملو باقي العجيل اللي عندنا مرم باقي العجيل اللي عندنا ما كملت الكويرس بالكامل غلنا اخد قليل من الزبدة في هاد الخطوة يمكنكم تدهنهم فقط بالزبدة ويمكنكم كذلك تدهنهم بالبيض صفر البيض او بيضة كاملة ماشي مشكل باش تعطي واحد اللون اللي هو جميل وضعتليهم قليل من البيض من الفوق فقط القليل ونحطهم في الفون على المية وثمانين دراجات يتحمروا ونخرجوهم ونقدموهم صحة والراحة لا ما كياخدوش وقت طويل يعني تقريبا شين الساعة هل حسب فرن كل واحد فطائر ديونا صاروا جاهزين خرجتهم من الفرن دابا من قلب الحادث باقي مصخان حبيت نوريكم وتشوفوا شكل ديالهم النهائي كيجي اكتر 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 من رائع والرائحة يا سلام طالعة اه بالبطاطا واذاك الفلافل يعني شي حاجة اللي الديدة الديدة بزاك تشاهي والعجينة اه المورقة كيف كتشوفو يعني ورقة فورقة من الداخل مم عجنة مم دقصة موالو بخطوات بسيطة كنحصلو لاد الفطائر اللا ديدة والشاهية انا حبيت نقسمها لكم باش شوفوها من الداخل كيف كتشوفو مورقة يعني ورقة فوق ورقة يعني مم عجنة موالو والديدة يعني بصراحة وسهلة سهلة بزاك بصراحة ضروري تجربوها البنات وطردو عليها وهنا يا فاش قدمتها لكم في الصحة نتقديم كنقدمها لكم الصحة والراحة فطائر البطاطا اه من اروع ما يكون اقتصادية والديدة وشاهية والاهم ذلك ما كتاخدش لنا اه مقادير ومكونات اللي هي مكتر يعني مكونات متوفرين بالبيت ديالنا كنحصلو لالد فطائر نقدموهم لعائلتنا الصغيرة كذلك وضيوفكم في المائدة الرمضانية كتحمل الوجه ان شاء الله في وصفات كتير 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 من هالفطائر حابة نعملها لكم ما عليكم الا تعملوا لي لايك باش ننزل لكم وصفات الرائعة والسهلة والاقتصادية ان شاء الله تعملوها في اه الطاولات الرمضانية ومن غير رمضان اه ان شاء الله يدخل اليونا بصحة والسلامة متمنى اتنال اعجابكم هذه الوصفة ولا عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع اصدقائكم واحبابكم باش تعملوها فائدة على الجميع وكذلك باش تجعوني باش نعطيكم اكتر اكتر من الوصفات الى الفيديو تشاف يعني بنسبة الناس كتيرة غنعطيكم اكتر ولكن انتو اول مرة كتشوفوا قناتي ما تنسوش تشاركو فيها و تضغطو على الجرس الاحمر الموجود اسفل الفيديو باش توصل بكل ما هو جديد على القناة اي سؤال او استفسار انا عند رحل الاشارة معليكم الا تكتبوا لي او اقتراح علاش الله الى حبيت وشي حاجة نعملها علاش الله كتبوا لي القناة قناتكم وبكم انتوما انا موجودة والان معلي الا نقول لكم بسلامة فيديو قريب بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة